الذي لديه مرض يمنعه من الصوم يدفع إفطار وكم يدفع أهل الله قال فمن كان مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر فعليه إعادة إذا عوفيا أم إذا كان مرضا مزمنا فلا شيء عليه إلا أنه إذا أطعم وكان كل يوم مسكينا فهو خير لفعل أناس لما أسن كان يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا